موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح نحكي عن معتقدات طبية خطأ مثل انه لدى الانسان فقط 5 حواس او اذكى شخص بالعالم استخدم فقط 10% من دماغه او انه لسان مقسم الى مناطق وكل منطقة بتشعر بطعم وغيرها من هاي الافكار الطبية الخطأ اللي مو بس عنا منتشرة هي تقريبا بالعالم كله رح نحكي اليوم عن 10 معتقدات من هاي المعتقدات الطبية الخاطئة اولهن انه حلاقة الشعر بالشفرة بتزيد من كسافة الشعر وبتقويه وهذا المفهوم غلط القصة بس عبارة انه الشفرة ممكن تعطي حافة حادة للشعرة لذلك بتبين انها اقصى وممكن انه تعطي لمعة معينة فبتبين انه الشعر صار اغزر وافضل وإلا هي على مستوى الجزور ما بيختلف شي ابدا بقى حلاقة الشعر ما بتزيد من كسافته ولا بتغير من نوعية الشعرة ابدا تاني فكرة هي انه لف نايلون او اي حزام حول البطن او اي منطقة تانية من الجسم قبل التمارين الرياضية ممكن انها تساعد على تنحيف هاي المنطقة وهذا غلط تماما هاي العملية عبارة عن زيادة التعرق بهاي المنطقة وما بيأثر على الدهون الموجودة ابدا لازم نحط ببالنا انه حرق الدهون عملية جهازية داخلية بالجسم وليس موضعية اكتار بيصدقوا فكرة انه النايلون او الحزام المنحف على انه بترفع حرارة المنطقة اللي بتحيطها فبيدوب الشحوم اول الشي بدنا نتفق انه الجسم بيسعى انه دائما يضبط حرارته لذلك بيصير التعرق اما على مستوى الانسجة الدهنية ما بتتغير الحرارة ابدا ولنفرض انه بتتغير الحرارة لغاية انها تدوي بالشحوم وين بدها تروح ما هي ما بتختلط بالدم لانها مادة دسمة والدم ماء لذلك ما بيختلطوا الدهون بدها حوامل تحملها بالدم لذلك على فرض انها دابت وهاد مستحيل طبعا فرح تريد تتجمد بمكانها الاعتقاد الثالث لازم نشرب 8 اكواب من الماء يوميا وهاد كمان ما له اي اساس علمي الجسم مخلوق بشكل كتير راقي وموضوع الماء كتير مهم بالنسبة للحياة لذلك وبالحالة العادية هو بيدل لما بيكون بحاجة لماء بشكل بسيط ولما بيصير الامر اخطر بيصير يعطي انذارات بالعطاش يعني جاي على بالنا نشرب ولو بشكل بسيط نشرب مو جاي على بالنا ما في داعي للشرب بالغصب الموضوع بيختلف بين شخص واخر طبعا بدون وجود حصى بالكلة او مشاكل اقياء او اسهال او اجهاد عضلي او اي حاجة مرضية للماء انا عم بحكي بالشكل الطبيعي والعادي اذا شعرنا حالنا بدنا نشرب فنشرب نقصب حالنا على الشرب ما في داعي طبعا هذا ما معناته انه نحنا ما نشرب غير لحتى نشعر بالعطاش لا لكن القصد بالكلام انه فكرة 8 كاسات ما هي فكرة معممة على كل العالم الموضوع بيختلف بين شخص واخر باحتياجاته للماء رابع فكرة خاطئة هي انه نحنا منستخدم فقط 10% من عقولنا وهذا كمان ما له اي دليل علمي وينسب خطأا لأينشتاين ما في اي رنين مغناطيسي او تصوير مقطعي او اي دلالة بالدل انه في اجزاء من الدماغ غير فعالة لا عند أينشتاين ولا غيره حتى ليش الافتراض انه عضو مثل الدماغ يستعمل فقط 10% منه مع انه عضو مثل باقي الاعضاء ونحنا منعرف انه كل اعضاء الجسم موظفة بالكامل يعني هاي الفكرة مو منطقية ابدا خامس اعتقاد هو انه القراءة بالضو الخافت بتدمر البصر هذا اللي دائما مشاكل بين الاهل والطلاب الحقيقة ما وجدوا انه الضو الخافت عند القراءة بيأثر على البصر ابدا مجرد اجهاد وجفاف بيروح لما بيتوقف الشخص عن القراءة وبترتاح العين الفكرة الخاطئة السادسة انه البشر عندهم فقط خمس حواس اللي هنين السماع والبصر والذوق واللمس والشم لكن الحقيقة في كتير حواس تانية بعضها مكتشفة وبعضها لسه مثلا انه الانسان عنده حاسة الالم او الاحساس بالحرارة او الاحساس بالوقت او حس التوازن كمان استقبال الحس العميق يعني مثلا لما منكون عم نكتب على الكيبورد بدون ما نطلع او المشي من دون الحاجة لمراقبة اقدامنا وما منتعثر بشيه هاد احساس عميق من الاحساس فنحن عنا احساس اكتر من مجرد الخمسة المتعارف عليهم الفكرة السابعة هي انه اللسان مقسم لاربع اجزاء وانه الطعمات اربعة لا الحقيقة الطعمات على القليلة عددها خمسة هي الحلو والمر والمالح والحامض وخامسها هي الطعم اللذيذ اللي يسمى اومامي الكلمة اصلها ياباني بتعبر عن الطعم اللاذع واللذيذ وعلى فكرة الطعم الحراء او الحد مثل ما منقول ببلاد الشام هو مانو طعم هو عبارة عن مزيج بين اثارة احساس الالم واحساس السخونة بتطلع هاي الطعمة سبحان الله كمان بالنسبة لتقسيمات اللسان اللي يعلمونا اياها بالمدرسة مانها صحيحة ابدا اللسان مانو مقسم واذا بتكن تختبروا هالشي حطوا شوية ملح على اي مكان من اللسان بتستشعروا بالطعم فالحليمات الزوقية المختلفة منتشرة على كامل اللسان الاعتقاد الثامن تستغرق العلكة سبع سنوات حتى يتم هضمها وطبعا هذا غلط تماما هي مثلها مثل اي شي بيدخل للامعاء وما بينهضم بيخرج مثل ما هو بس خطرها اذا كان في مواد تانية تلتصق معها ممكن يصير فيه انسداد للامعاء مثل ما صار مع طفلي عمرها اربع سنوات كانت بالعة قطع نقود مع علكة التصقوا مع بعض فعملوا انسداد بالامعاء هلأ الفكرة رقم تسعة واللي هي السكر البني افضل من السكر الابيض وهذا غلط السكر البني عبارة عن سكر ابيض قبل ما يتكرر يعني لسه فيه بقايا من دبس السكر هلأ صحي دبس السكر فيه بعض الفيتامينات والمعادن بس الكمية اللي بيكيس السكر بني قليلة بطريقة ما بتخلينا نطلق عليه اسم صحي ابدا رقم عشرة اخر اعتقاد طبي خاطئ هو ان العصائر اللي بيقولوا عنها ديتوكس واللي بيكون فيها عصير من الخضار والفواكه والاعشاب كلها بمختلف انواعها هي ابدا ما بتساعد الجسم على التخلص من السموم ولا حتى بتسريع العملية لان الجسم بيتخلص من اي شي ضار فيه عن طريق الجهاز الهضمي والكبد والكلا بقا هي العصائر ما بتغير شيء ابدا بالعكس الافضل للانسان انه ياكل الخيارة مثلا متل ما هي ويستفيد من اليافها وحتى المضغ مفيد جدا للصحة بس انا بقول انهم ممكن انهم ينشربوا بمعنى انه هي المشروبات افضل من غير مشروبات يعني افضل من عصيرات الفواكه وحتى القهوة والشاي لان بيصدوا القابلية اكتر بتمنى ان الحلقة كانت مفيدة وممتعة بالنسبة لكم ياريت تزوروا موقعنا موقع betterhealthtolife.com بتلاقوا فيه ابحاث ومعلومات كتير مفيدة بين الانجليزي والعربي شكرا لكم شكرا لاستماعكم شكرا لكم شكرا لكم